تعالوا نشوف الحصاد وأبرز المعلومات اللي نعرفها عن حكومة الراجل المحبب لعبد الفتاح سعيد خليل السيسي هي الوزارة رقم 124 في تاريخ مصر والوزارة التالتة والأطول عمرا خلال عهد السيسي طبعا كان فيه وزارة حزم الببلاوي كانت أيام عدلي منصور مدبولي استعان بعشرين وزير من حكومة شريف اسماعيل وهيشكل وزارة من 34 حقيبة وزارية الحكومة بتاعة مصطفى مدبولي شهدت أحداث كبيرة جدا زي كورونا زي الحرب الروسية الأوكرانية زي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لكنها شهدت حاجتين مهمين جدا الحقيقة وأنا بشكر الزمل اللي هم ركزوا عليهم بصراحة بص معايا كده هناي السطر ده شهدت تشكيل اتحاد قبائل سيناء وشهدت تشكيل اتحاد القبائل العربية وكلاهما بقيادة الحج إبراهيم الأرجاني يا فخرة السينوية هنا لازم نقف شوية ليه بقى؟ لأنه الحقيقة حلوة هما الاتنين كده لا بس نبعد عنهم أحسن يعني ما نقفش بينهم لا الزملاء هنا ركزوا أو بروزوا حاجة لازم يعني نطرحها كإنجاز من إنجازات المرحلة وهي مكملة معانا شوية في الحكومة الجاية اللي هي إيه؟ اللي هي الحج إبراهيم الأرجاني وصعوده الغير مسبوق الكلام ده تم فيه عهد حكومة السيسي بإدارة مصطفى مدبولي أو ممثلا عن السيسي فيها مصطفى مدبولي فالحج إبراهيم الأرجاني اتحاد القبائل والتحق قبائل السيناء مهم أن نحن نتكلم عنها في هذه الحقبة السوداء كمان تعيين الفريق كامل الوزير وزير النائل بعد ما كان رئيس الهيئة الاندسية للقوات المسلحة المصرية كمان الإطاحة بوزيرة الصحة هلزايد في 2021 بعد ما أبضوا على طلقها في قضية فساد بوزارة الصحة وكانت طلقت إشعاعات كتيرة جدا أيامها كمان في عهد هذه الحقبة السوداء أطاحوا بوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة نبيلة مكرم لما ابنها ارتكم جريمة قتل ضد اتنين من زميله في الولايات المتحدة الأمريكية من محطات المثيرة في حكومة السيسي برئاسة مصطفى مدبولي لما عينوا أسامة هيكل وزير الإعلام في 2019 وبعدين شنوا حملة جميلة جدا ضده في 2021 وتمت الإطاحة بأسامة هيكل وألغوا بعدها وزارة الإعلام مرة أخرى لكن من الحاجات الجميلة أو مش الجميلة في عهد سيء الذكر ومصطفى مدبولي علاقته بالجنيه وعلاقته بالخصخصة بيع الأصول بقى والكلام ده كله في عهد الرجل ده شهدت مصر التعويم التالت للجنيه في 2022 سعر الدولار أصبح رسميا 31 جنيه ووصل لخمسين جنيه في السوق السوداء 2024 تجاوز الجنيه الحمد لله الدولار الحمد لله حاجز السبعين ووصل ل 47 جنيه بشكل رسمي وارتفعت في عهد هذه الحكومة السوداء النسب التضخم لأرقام غير مسبوقة مستويات غير مسبوقة وأسعار السلعة الأساسية أيضا طلعت لمستويات قياسية في عهدهم من أبرز الأزمات اللي احنا عايشينها أو اللي عاشتها مصر موضوع النقص في السلع أزمة السكر أزمة الرز أزمة الزيت لكن خدوا الشريحة الأولى من قرد صندوق النقد الدولي وأجلوا صرف الدفع التانية هقف هنا شوية وإحنا بنتكلم عن الأزمات وقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا الحقيقة وإحنا بنتكلم عن هذه الحكومة المفترض أن الجماعة دول ده استقال وده قبل استقالته وبعدين كلفه تاني صح؟ النهاردة الصبح النهاردة الصبح اتخذ قرار وبلغت به شركة الكهرباء ووزارة الكهرباء بأنه عدد ساعات تخفيف الأحمال قطع الكهرباء هيطلع من ساعتين لثلاث ساعات خلي بالك إحنا في بداية شهر ستة الكلام ده عملوه معاك السنة اللي فاتت بالحرف الواحد لكن في نقطة لازم نخلي بالنا منها إيه هي؟ إنه سيء الذكر من أسبوع واحد تقريبا أو عشر أيام طلع خيرنا كشعب مصري بين حكتين قال لك عشان أبطل تخفيف أحمال أبطل أقطع الكهرباء لازم أرفع أسعارها تلت مرات مش كده؟ قال كده؟ وخيرنا يقطعها يغليها والناس كلها اتكلمت على الكلام ده بعدها بكذا يوم طلع كلام من مصطفى مدبولي قبل ما يستقيله وبعدين السيسي يقول له لفه ورجع تاني يشكل حكومة جديدة قال إن الكهرباء هترتفع أسعارها بنسبة 40% وطلع الحج محمد الحمصاني المتحدث باسم الحكومة باسم مصطفى مدبولي قبل ما يلفه ويرجع تاني ويبقى رئيس حكومة جديد قال إن إحنا هنرفع الأسعار لكن المواطن محدود الدخل مش هيحس بالرفع قوي لأنه هيكون رفع تدريجي لمؤخصة فيبدأوا يرفعوا الناق يرفعوا الأسعار تدريجيا كويس؟ طيب إحنا هنا ماشيين في إيه؟ ماشيين في الخيار الأول اللي قاله سيئ الذكر إن أنا عشان ما قطعش الكهرباء هغليها فبدأ يغليها فالناس استبشرت خير قالت خلاص طالما هيغلي علينا الكهرباء وبدأوا ياخدوا القرارات فعلا واربعين في المية والناس هتترفع بشكل تدريجي فإحنا هنصبر فطلع النهاردة الصبح قرار بيقولك إن سيئ الذكر غفلك هو أطعها وغلاها أو غلاها وأطعها فهو عمل الاتنين فهنا الكهرباء هتغلي أربعين في المية وإنت هتدخل على الامتحانات بتاعة ولادك الأسابيع الجاية وهتدخل على شهور الصيف وعلى عيد الكبير وإنت الكهرباء بتقطع عليك ثلاث ساعات بدل ساعتين لأنك بتعيش في حقبة منحطة بيرأسها سيئ الذكر عبدالفتاح سعيد خليل السيسي وبالتالي اوعى تصدق إن في حكومة جديدة جاية تعمل لك حاجة اوعى تصدق إن هم جايين يغيروا حاجة الجواب بيبان من عنوانه وعنوانه للأسف سيئ للغاية